تاكل منها ما تشبعيش أكلة بروتين كلفتني 50 جنيه هو في أكلة وفي الغلدة وكمان بروتين ب50 جنيه هقولك وبدون زيت لحم صافي تكافي 7 أفراد لذيذة جدا بالعيش أو بالرز يلا سمي الله صلي على رسول الله فضلا شجعيني بأجمل لايك شاركي الفيديو مع أصحابك وكت بقى موصية الرجل بتاع السمك أول ما يجي لك بسارية كبيرة وحلوة على طول تقولي البسارية دي ما شاء الله شايفين حجمها كبير سعر الكيلو منها 30 جنيه جبتلي بقى طبعا كمية أنا والدتي بس أنا النهاردة هعمل الصينية دي بكيلو ونص طبعا الكيلو ونص هيكلفونا كام 45 جنيه ومفيش أسهل ولا ألز من كده بس أنا بقى بخليها وبعملها بطريقة هتعجبك قوي بجد هتاكلوا منها مش هتشبعوا أبدا تحس كده انك بتاكل تونة على أنشوجة طعمها حلوة قوي خاصة وهي مخلية كده شايفين أنا بعمل ايه بمسك الراس أسحب لتحت كده وشد البطن على طول بتطلع بعدين بفتح البسارية وروح سحبة الشوكة على طول احنا عايزين نغمس ونحط على الرز ومفيش أي حاجة تديقنا الشوكة بتاعتها بتبقى ضعيفة قوي بس عشان حجمها كبير بخليها بالشكل ده بس يبقى أعمل الصينية دي والله العظيم هتدعيلي وهتكفي معاك سبع أفراد ومشاء الله مغزية ومفيدة قوي وطبعا كلنا عارفين إن البسارية سمكة موسمية فالحقي هاتيها وخزنيها هتنفعك قوي خلاص غسلت البسارية بعد ما خلتها وطبعا صفتها كويس هجيب بقى الصينية اللي هشتغل فيها وأحط فيها كده معلقتين كبار من الفلفل المفروم لو عندك هريسة فلفل أخضر أو أحمر وعملناهم مع بعض حطي ده فلفل مفروم في الكب عادي أخضر وأحمر طبعا شوية حمين كده عشان يولعوا الصينية ومعايا بقى طمطمطين مبشورين يعني بدون قشر حطيت كمان معلقة من التوم المفروم يلا بقى بهريها شوية كمون شوية كوزبرة ناشفة كتري الكمون شوية ومش محتاجين أزيد من كده ربع معلقة بس بابريكا تحمر لنا ايه الصينية وطبعا البسارية ما بتحتاجش ملح كتير يدوب كده معلقة لربع ملحة كمية دي وحطيت بالضبط 3 معالق زيت مفيش غيرهم انتوا عارفين طبعا إذا استيزت زيت سعرها وصل لكامل لتر فعايزين ايه على قد منقدر نقلل من استخدام الزيت بس 3 معالق كده وقلبي كله في بعض والله العظيم ريحتها كده وهي لسه نية خطيرة خطيرة بجد الصينية دي مايتشبعش منها رفعتها على النار الاول كده هتحطيها على نر عالية انا ما حطيتش ولا نقطة مية هي هتنزل السوائل وهتستوى في الطماطم وكله زي الفل بس اغطيها وهدي النار شريح اللمون وعصر كده اللمون فوق الوش الله الله على الريحة بتاعتها وهي بتستوي والله ما قدر أوصف لك الجمال لأ لازم تجربيها سمكة البسارية من أطعم وألز الأسماك مش عارفة بقى أنتوا بتسموها بسارية أو ملوحة والموسم بتاعها الأيام دي الحقيقة هاتيها وإن شاء الله هنزلك بطريقة تغزينها بصوا بقى الجمال رحتها كده تحفة وطبعا هي من الزفرق أوي زي السردين يعني هي سمكة كده لطيفة وخفيفة بس عارفة عمليها ازاي ولو عرفت تجيبيها كبيرة شوية مش هتتعبك خالص في تنظيفها وخليها عايز أقولك الكيلو ونص دول خدوا في إيدي نص ساعة مش أكتر من كده أشكر بقى صاحبة الوصفة الأصلية خلتي حبيبتي اللي قالتلي عليها خلتي الصغيرة ربنا يبارك في عمرها تعمليها بقى جنب شوية رز سمك كده وجولي انت وعيلتك بألفة هنوشفة والله الطاصة دي كفت سبع أفراد ومشاء الله مغزية ومشبعة جدا حاجة ببلاش كده حبيب قلبي أتمنى تكون عجبتك ولازم لازم تجربوها ومرايرا بقى تستهل منك أجمل لايك إن شاء الله نعمل الوصفات الاقتصادية اللي هتعجبك جدا بحبكم في الله كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته